شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص الأرض لإنشاء مصنع لإنشاء صوامع تخزين الغلال ومكونتها وملحقتها بمنطقة شرق بورسعيد باستثمارات تصل إلى مليار وستمائة مليون جنيه وذلك بين شركتين شرق بورسعيد لتنمية وفيروم مصر للصوامع والتخزين وعقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن العقد يأتي تكسيدا للخطة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس